اشتركوا في القناة لقي ضجة كبرى في المغرب وأحبه أيضا الأشقاء العرب أعزائي يسعدني بدأة أن أكون خفيفة ضريفة على قلوبكم وأريدكم فقط أن تكتشفون ساعة الحقيقة فأنا كأي مواطنة تتبعت في فصول مسلسل بنات العساس لكن بصراحة ومع التقدم في الحلقات لاحظت بأن هناك أحداث وشخصيات ابتدعتها تتحول فجأة إلى كائنات من ضمن ولحمين تجري أمامي في المسلسل مما دفعني للاستغراب وتسألت هل يمكن للتداخل الأدبي ما بين الأجناس الأدبية وما بين أفكار روايتي والمسلسلية تتداخل بهذا الشكل الكبير وكنت أثناء المشاهدة أبحث عن الرواية الأصلية التي اعتمدها طاقم الكتابة فوجدت أنها قائمة أصلا على فكرة بوبكدي إبراهيم وبوشرا مالاك ثم رصدت أن السيناريو هو لبوشرا مالاك ولبوبكدي إبراهيم وهنا تسألت هل يمكن لي عمل ضخم أن يستند على فكرة أو حتى أفكار لأن من الممكن للسيناريو أن يعتمد على الرواية ولكن الرواية في حديداتها يجنس أدبي مستقل إذن رواية شرخ على شفاه الجسد أولا استغرقت مني خمس سنوات في الكتابة وثلاث سنوات في المراجعة وأنا أشاهد المسلسل توضح لي بعد عقد مقارنة بين روايتي والمسلسل ذكاء الاحتيال والحيرة فيها أيضا والسطور لم تنهل منها حرفيا لأن السيناريو لم ينهل حرفيا من روايتي بل وكأنه عات فيها فسادا وقلبها رأسا على عقب وبغض النظر عن بداية روايتي التي قد تبدو بعيدة عن المسلسل لكن التقدم في قراءة صفحاتها سيبلور معطيات أهمها تماثل وتطابق صورة الأدب الذي عذب الزوجة وابنته الخادمة مريم فالشخصية إياه مثلت دور الشر المطلق الذي سيبلغ مداه خاصة مع التعامل مع الزوجة البادوية التي قدم وإياها من القرية إلى المدينة علاوة على ظهور فؤاد صحفي في روايتي وهو الطيب في المسلسل إذ هو من سينقض الخادمة مريم وسيقود الأحداث باتجاه طيبوبة مفرطة تدافع عن القيم والأخلاق ولعل السيناريس في آخر حوار الله صرحت أن الطيب مقتبس من الصحفي الغماري لأنه يمثل الطيبوبة المطلقة لكن اللقطة التي ستحافظ على إطارها ونهلها من رواية الأصلية تسمت له في البطل الدكتور عادل الطبيب الذي سيتم أولا الاحتفاظ بنفس اسمه ثانيا ستضع السيناريس أخت الخادمة مريم وهي الدكتورة نادا في نفس وضعية إلهام الدكتورة أخت الخادمة مريم التي بتدعتها وهنا أحيي لكم أعزائي إلى الصفحات 72, 73, 44, 75, 76 إلى آخر فكلها صفحات تديل أو تبرز على ما كشفت عنه طبعا الرواية أقتصر على هذه الحجاج لأن الإقتباسات الواردة تجعلني أدفع القرى لقراءة روايتي شرح على شفاء الجسد لينقبوا بأنفسهم عن صدق ما أقول ولعل التحوير في الأحداث بل حتى التناص من حق السيناريس لكن خلق صدف أدبي على هذا النحو الوارد في تقريري يطرح علامات استفهام بين حدود العمل الروائي والسيناريس وهل يمكن للسيناريس أن تبني عملا ضخما يعني 30 حلقة على مجرد أفكار وما معنى أفكار هنا إذن وهنا أشير أعزائي إلى أن روايتي شرح على شفاء الجسد أولا فهي رواية صدرت سنة 2013 طبعة الأولى وكنت أفكر هذه الأيام بأن أطبع الطبعة الثانية نظرا للنجاح الذي لاقته وبيعت نصخ كثير منها خاصة في حفل توقيع الذي كنت قد عقدته في القنيطرة بصحبتي وبمعيتي عدد كبير من المثقفين الكبار على غرار العربي بن جلون إدريس صغير إلى آخره إذن وحقوق الطبعة محفوظة ورقم إيداع القانوني 2012 M.O. 3329 إذن والمطبعة هي المطبعة السريعة إذن أعزائي الكرام أتمنى أن تتوصلوا بأنفسكم إلى الحقيقة وطبعا لمؤاخدة فينبغي دائما للسيناريس أن يعتمد على العمل الروائي فبالله عليكم هل ينقصنا في المغرب روائيون فهناك روايات كثيرة 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 للغاية إذن أنقذونا من التفاة وأظن بأن أظن طبعا الاعتماد على رواية منحنا مسلسلا في غاية الروعة إذن فالسيناريس ودور المخرج عليهما أن يتوج المجهود المؤلف الروائي والدكتورة الثانية حضرتها تحت إشراف نورة الغزاري حول الصيغة في النص الدرامي وكنت قد عقدت مقارنة بين الرواية وبين الخطاب دراماتورجي وطبعا سأنشرها بحول الله إذن منشوراتي لحد الآن المجموعة القصصية الأولى التي نشرتها لوزارة التقافة وهي نساء صامتات وأنا الآن أقرأها في قناتي أعزائي من يريد الإنسات إلى القصص فليتفضل مشكورا إلى قناة الكاتبة أسماء المعلومي وفي نهاية المطاف أرجو أن أكون قد أتقلت على عليكم وعلى السيناريس وحتى بوبكدي وهشام غفولي أن يبرر لنا ويبرر لنا ما معنى هذا التداخل وما معنى الاعتماد على فكرة لأنني شخصيا لا أؤمن أن أحداثا كثيرة للغاية من الممكن أن نكسب السيناريو في عدة أشهر ولكن رواية بهذا الحجم فهي تعسمد على فكر وعلى خلق وعلى أفكار وازنة وعلى تفكير تدريجي في المشاهد الدراماتورجية وهذا الإبداع أكيد أنه يأخذ وقتا طويلا طويلا للغاية طبعا العربي بن جلون قدم قراءة في هذه الرواية شرخ على شفاه الجسد وأشكره من هذا المنبر وأسلم عليه وكان قد أشار إلى أن هذه الرواية تنفتح على لقطات سينمائية ومن الممكن أن تصلحها كعمل سينمائي أو مسلسل درامي وهنا بطبيعة الحال أكد لي هذا التصريح بأن شرخ على شفاه الجسد فعلا استحقت هذا اللقب وفعلا فالسيناريو كان رائعا للغاية المسلسل نجاح بامتياز ولا أخفيكم أنني شعرت بنجاح مضاعف ولو أنني بقيت في الضل منعزلة ولكن الكتابة لدي هي إبداع وهي حاجة وهي حياة لذلك فأعمالي الروائية بحول الله ستتوالى بمجهوداتكم أعزائي الكرام مشاهدي بنات العساس إذن فأنا هنا كما لاحظتم أحافظ على مشاعر السيناريس والمخرج وكل المؤديين وطاقم الهائل من الممثلين الشباب والممثلين الكبار وأنا فرحة للغاية لأن أخيرا أصبحنا نار دراما بهذا الحجم وبهذه الأهمية الرائعة ولكن هل يمكن أن يكون الكاتب في الضل في حين أن شخصياته تقفز هكذا من لحم ودم وطبعا أنا أشكر القناة مرة أخرى لأنها تنهل من هموم المجتمع وهي لا تريد أكثر من إبراز الحقيقة لذلك فأنا أشكر شوف تيفي وبفعلا فأخص الإنسان يشوف باش يعرف الحقيقة والحقيقة هي سيدة الموقف إذن أنا لا أريد أن أجرح أحدا نهائيا بالعكس أنا أشجع الأعمال الدرامية والتي فعلا أصبحت تتحرك في تلفزتنا المغربية وهذا لا يمكننا إلا أن يعني نحبده ونحبه لأجل بلدنا فنحن كمواطنون مغاربة ما أحوجنا لهذه الأفكار الرائعة ولكن مع كامل أسف فأنا أحسست بأن روايتي نهل منها ولكن في النهاية عرجت الأحداث نحو وكأننا نرى بعد المسلسلة التركية لذلك أعزائي فأنا أقول تداخل وأتساءل فعلا هل هي صدفة أدبية هل يمكننا أن نفكر بمثل هذه الدقة والحرفية وأيضا هل يمكن للصدفة الأدبية كمؤثرات درامية أن تكون لهذه الدرجة من التشابه إذن أعزائي أظن أنني تسألت ولم أريد تجريح أي أحد لأنني أؤمن بتعددية الأفكار تعددية الرؤى وأريد أن أنصت للآخرين فقط لكي يقنعوني إذن أنا لست عدوانية بالعكس أنا فريحة كجميع المغاربة بهذا المسلسل ورأيته ولازلت أشاهد هذا المسلسل وأعتز به ولكن فقط نريد الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة إذن أستوعدعكم أحبائي في أمان الله وأتمنى لكم فرجة ممتعة مع بنات الأساس وفعلا أتمنى أن تعقدوا مقارنة بين الشرق على شفاء الجسد والمسلسل إذن الكرة في ملعبكم الآن إذن أنتم أيها الجمهور من سيحكم هل هي مقرصنة أم لا هل هي مجرد صدفة أم لا إذن فأنا كما ترون أتحدث بحرقة بحرقة ذلك المبدع الذي يفكر ويفكر مليون مرة قبل أن يكتب يفكر بإبداعه بخياله بأسلوبه من خلال قراءاته التعددية ولا يسعني أعزائي مرة أخرى إلا أن أستودعكم في أمان الله وشكرا لأنكم ما نحتمون هذه الفرصة لكي أعبر ولا أضل خفاجا في الضل فما أحوجنا لكي نعري حقائق كثيرة في هذا المجتمع الجميل بشبابه وممثليه ومبدعيه ومتقفيه لذلك أستودعكم مرة أخرى في أمان الله ورجائي رجائي رجائي أن تكون لنا غير على هذا الوطن هذا كل ما أطمح إليه أعزائي وأشكركم الشكر الكثير وطبعا هذه القناة لماذا هي موجودة بفعل مصداقيتها وبفعل الحقيقة التي تمنحها للمشاهد وهي لا تكذب أبدا على المشاهد لأنه مقدس في فكره لذلك أعزائي قبل أن تتصرعوا فالتقرأوا الرواية وشكرا جزيلا في الحقيقة لازلت أكتب بعض الروايات ولكنها محفوظة في الضل إلى أن أتممها ولا أريد أن أقول أيضا عن أسمائها ولكن في المرة القادمة بحول الله سأنشر قصصا بعنوان هل أصرح بالعنوان أم أتركه سرا؟ إذن حضائق النساء السرية وأتمنى أعزائي من هذا المنبر أن يتبنى المخرجون أعمالي فنساء صامتات بإعتبار أن وزارة الثقافة هي التي نشرتها فأظن أنها تحتاج إلى التفاة من المخرجين إلى الأعمال التي في الحقيقة أتصورها كدراما متحركة وأنا أكتبها والدليل هو شرح على شفاة الجسد بلقطتها الهام التي جعلت المغاربة كلهم يتشوقون لتسمة المسلسل خاصة اكتشاف أن عادل الطبيب يجد بأن نادى في المسلسل هي إلهام التي خلقتها أخت الخادمة وهنا أكيد أن كان لغرض من هذه الحوارات أن لا نؤمن بالمظاهر في مجتمعنا فمن الممكن أن يكون الإنسان فقيرا ولكن هو قوي بأفكاره بما يعتمل في صدره بأمانته بضميره إذن كفانا انتباها للبرامج التي تشوه التقافة دينا وتصورات دينا نحن لا نملك فقط الهزل والتهريج نظن بأن مع ذلك فعيد الفطر وعيد الأمال وعيد الإشراقة وعيد الصرور وعيد الفرح لذلك أعزائي فالله مع إخواننا في فلسطين وأي أديب ينبغي له أن يتفاعل مع العالم حتى يكسب لذلك فلاحظتم مع المسلسل لماذا نجح بهذه الحدة لقد نجح لأنه يعبره عن الأحاسيس والمشاعر وأيضا العنف وأيضا ما يتولده الدكتاتورية من قصوى إذن إنسان تربى في القصوى لا يمكنه إلا أن يملك القصوى لكي يعامل أطراف المجتمع أعزائي الكرام في هذا الصدد أطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق في هذا الصدد ولكم مني كامل الشكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر